أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الانتصارات التي تحققت للمملكة في سباقات كأس وزارة الرياضة للهجن بالمملكة العربية السعودية الشقيقة نابعة من الرعاية التي تحظى بها رياضة الهجن من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتأكيدا أيضا لما وصلت إليه رياضة الهجن من إنجازات تؤكد مكانة المملكة في المحافل الخارجية وشد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفوز صمت ولاضي بالمركز الأول في كأس وزارة الرياضة السعودي ضمن بطولات الاتحاد السعودي للهجن الموسم 2021 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز صمت ولاضي في شوطين مختلفين وتتويجهما بالمركز الأول بجدارة واستحقاق يؤكد التواجد البحريني القوي في المحافل الخارجية بعد أن سجلت المملكة إنجازات مميزة في السباقات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة الماضية وعشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذه الانتصارات تجسد مواصلة حصد الإنجازات في المشاركات البحرينية الخارجية رغم المنافسة القوية التي شهدها كأس وزارة الرياضة للهجن بالسعودية متمنيا سموه التوفيق الدائم للمشاركات البحرينية في الفترة القادمة وجاء فوز صمت بالمركز الأول في فئة حقائق بكار رمز مفتوح فيما جاء فوز لاضي بالمركز الأول في فئة حقائق قعدان ترجمة نانسي قنقر